احنا حضرتك انا اعطيت حضرتك عند صاني بوتش اللي خاص بفترة البريك او الفسحة الانشاء اللي هو البريك يعني بتاع الغداء او فترة الفسحة بالضبط خلينا نقول الفسحة هل يفضل فيه اكلات معينة سنوتشات معينة ولا عادي الموضوع فيه مساحة هو يفضل دايما ان الولد يبقى واحد معه صاني بوتش بتاعه من البيت قديني براحة تمام ولازم يكون فيه خضروات تمام ماشي يعني خيار كبوتشة خاص اي حاجة من الحاجات المتاح تمام كده وجبنة بيضة نعم ليش جبنة يا دكتور ليه صبح جبنة وضهر جبنة اه ما دي حاجة مش وحشة لا اصي دي حاجة مش كويسة انا بحباه الله بس عشان ما يزهقش علشان يأكل ما هو دلوقتي انا الصبح حلتي المشكلة هو ما بيحبش يشرب لبن وبيت تمام انا عملت له كيك وفتر بيك طب ما عارش لو ما بيقولش الجبنة لو مش بيأكل بقى لو مش بيأكل الجبنة مش بيحبها يبقى فتلقى ايه مش هيشرب لبن بقى كمان ده مش بيحبه ماشي يبقى ياخد معاه ايه كيك برضو يبطر بيه ببطلة الايه الفوسح تمام كده تمامك حاجة تانية ماشي هو انت عندك الحاجات المتاحة ايه حاجة محرفشة كده تفتح النفس للا المتاحة صحيا ايه göre انت دلوقتي بتبني جيل هذه القصية مش قصة ان انا اااااااقل الولد عشان هو عايز كده لأ انا لازم الفهمه بالراحة كده ان انا ببني يا حبيبي صحتكanim كان كده بقولك لا فقدان التواصل بين الأب والام والولد دي مشكلة لا لازم بقى فيه تواصل ولازم بقى فيه توعية تمام انت حبيبي وممكن اخد طبعا معها عصيرة او فاكهة او حاجة او اياخد معاه اللي هو عايزه بس ياخد حاجات صحية والحاجات الصحية معروفة والغير صحية معروفة مفيش النهاردة حد في الدنيا مش عارف الكلام ده الكلام ده معروف والناس كلها عارفها كويس طبعا لو اخي لو اخدت نوت شاد فراخ او لحوم او غيره ده دي فيه اي ضرر طالما انه هو من البيت مفيش مشكلة اه هو لياخد اللي هو عايزه بس يعني بلاش ان هو ايه يروح يشتري مثلا كذا يروح يشتري مش عارف ايه يروح يشتري حاجات من اللي هي اساسا فيها سوديوم جولاتوميت مثلا او فيها سوديوم بنزويت او الحاجات اللي هي ضره بالصحة والناس كلها عارفها يعني عشان ما نحددش اسمح عادة طيب تعال اروح لتصور بقى طيب دي يجي بقى بعد كده الولد امبه عليه ومفروض المدرسة عارفة الكلام ده اللي مفيش تدفع بيحصل بين الاطفال وبعضهم ده دور المدرسة ده دور المدرسة بس اه المدرسة مش 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 ضبناء او يعني يعني هو دور المدرسة اللي احنا بنقول عليه دايما ان احنا مفروض اه كل مدرسة فيها مجلس اباء وكل مدرسة عليها مجلس ادارة مفروض ان هم بيعودوا مع بعض مفروض ان هم عارفين كويس اوي كيفية تنظيم دخول وخروج الاولاد وخصونه انت عارفت انا كنت في ال مدرسة قبل كده ساعة ما جرس الفصحة بيدرب هجوم هه هجوم دي محتاجة شخصية مدرس قوي يقدر يسيطر على دخول وخروج الاولاد طيب انا دلوقتي ايه الكسور اللي عندي اللي بتحصل دايما في الاطفال في المدرسة نبتدي الاول بالحضانة طفل الحضانة اللي هو عنده تلات سنين اربع سنين خمس سنين تمام عنده مشكلة دايما بتحصل اللي هي ايه ان الولد قاعد بيتشقق على الارض او قاعد بيعيط او مع ماشي مع منطف الشارع وقاعد بيعيط فمانطف رح يتعمل ايه رح اتمسكها دراعه ورح تشدها كده او براها عشان الكاميرا تجيب الحاجات دات عشان تباني تمام الراقطة دا يا جماعة بشوفها كتير اللي الدكتور بيتكلم فاليها ثلاثة ام مسكها من دراعه ومعلاقها كانناها مسكها شده كده راهينا دية تمام يعني ايه كان ايه كان ايه كده محمد راقطة كده واضحة معك كده واصلة تمام 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 طيب بعد ما الام بتشد الولد كده او الدادة في الحضانة تمام تشد الولد كده او المدرسة يقوم الولد يقضي عيط ويحط دراعه جنبه تمام وما يدرش يحركه تمام الكرام دا بيحصل لحد ثن خمس سنوات تمام طيب ييجي الولد دراعه محدود جنبه ومش قادر يحركه واي حد يلمسه بيعيط ويتوقع الجميع ان المشكلة حصلت هنا في الكتف لأ دي مشكلة بتحصل في الكوع هنا اسمها ايه مالخ الكوع مش خالع الكوع مالخ مالخ اسمها بالانجليزي بولد بولد يعني مشدود تمام طيب المشكلة حصلت هنا ليه لان فيه رباط ماسك رأس العظمة بتاعت عظمة الكوعبورة دي الراس بتاعتها اللي هنا عندي الكوع الروباط اللي ماسكها هنا دا بيبقى مشدود شوي بيحصل له عملية ارتخاء بعد فترة فيحصل أن العظمة دي تقوم خارجها بر مكان الموضوع بسيط مش صعب خالص تمام يبقى ده حاجة بتحصل فين في الحضانة تمام مع أمه وماشية مع أولادها في الشارع أو أب ماشي مع أولاده في الشارع والولد حدف نفسه على الأرض فالأب تاني يشده عمله كده أو الدادة في الحضانة أو المدرسة حصل كده الولد يمحمل دراعه كده ويقعد يعيط وممكن ما ينامش طول الليل ويفضل الألم شديد عنده وموضوع بسيط خالص وسهل وإعلاجه بالنسبة لنا في العظم سهل جدا أولا بنعرفه بنشخصه بالتاريخ المرضي تمام بالقصة اللي هتتحكى دي اللي أنا كان ويعا وشديته مش عارف إيه وكلام من ده واسمعت حاجة بيتخرع أنا كأب أو كأم بأخذ وديه المستشفى على طول تمام أنت بطول هناك بيتعامل معاه لأنه طفل فيبتعامل معاه بالراحة خالص وكل بيعملوه أنه بيمسك كعو ويلفوا لفة كده اللي جوا دوران الداخل تقوم العظمة دي إيه ترجع مكان وخلاص الواجع يروح والولد يرفع يرفع إيده ويحركوا عادي اللي هو بقوله عليه بالعمال المصراعي بيردوا له كعو بيردوا له كعو تمام يبقى الموضوع ده مش ده شغل دكاترة مش شغل ناس واحدة بالسندر لا 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 شغل دكتور أنت حتى ممكن لو الولد جارك أول مرة تمام أو مرة تحصل له فبنعرف أهله بالراحة كده أنه هو هيقعد كده لحدنا عنده خمس سنين يمكن أي حد يشده من دراعه كده الكوع ده إيه هيحصل له الألم ده الشديد ويحصل البولد قلبه ده أو الملخ بتاع الكوع